اشتركوا في القناة وما تب احد يرد عليها وكلام كله متناقض ومفروض ان احنا نقول واو صج ريلي صج احنا قاعد نشوف في صراحة من هذه اللقاءات في لقاءين بس في البداية عندنا احب في واحد احبها زيادة عند الرزوم وهي هند البلوشي هند البلوشي قلعت في لقاء قبل يومين اعتقد او ثلاثة في برنامج هذا انا على ابو ضبي ونعم يعني ونعمل برنامج انا شوفت لك اكثر من حلقة تقريبا موفقة بس انا عندي لا والله اللقاء من هند البلوشي يمكن ما كان متوفق لانه مو عشان الاعداد مو عشان ما دروشين لا 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 مو متوفق هذا اللقاء هند البلوشي لانه هند البلوشي كلمتين نفس بعض ما كون يعني صراحة لا فريتي مخنة فريتي مخنة ساعات تقول والله انا لا يعني بعد من الشيء اللي وحكتني لما قالت شنو اه الاراء او الناس الجمهور اه اللي مفروض يقول راية المتخصصين وناقد مو اي ناقد يعني انا بس السؤال مو احنا نشوف الناقد عندك منه يا هند لا الناقد منه اللي عندك يا هولي هو اللي جاريت اللي يقول لانك يا فضيعة يا قوية يا ما في منك اثنين يا اسطورة الدراما يا ساحرة المسرح يا شي عجيب صراحة يعني لا انت معورش كلامي اشوفش انت ليش انت ليش زعلاني عشان بس اول مرة اتحج اقول ان انت كمغنية مو مطلوبة مو مهمة لكن احنا شوف صار لنا سنين قاعدنا مدحج كممثلة قدرات شون تحج شوفت حتى مادة زيتي مسج تقولون ما شسمه يعطيكم العافية بس حذا يتحج من ضمير يعني المشكلة ان هي التحجة ان انا اذا خذائي يعني انا لما اغني انا ااخذ شيء من عنده لا تخطين مني ولا شيء بس انا اتحجة عن التناقض ساعة تقولك انا المفروض اقول المتخصصين والنقاد المفروض مو الناس اللي تقول يعني اللي تقول رايها حبيبتي 25 و 26 فبراير نزلت اغنية اسمها الحلم الوردي على عيني وراسي شوف ما اتحج شيطاني لان حب الوطن مو لازم ترى ان اللي يغني يكون صوتها حلو اكبر دليل في فنانين كبار يعني سووا اغاني وطنية وهم صوتهم عادي يعني نفس حياة الفهد حياة الفهد لما غنت مستر بوش مناصبة زيارته للكويت بعد تحريرها يعني حياة الفهد مو وردة الجزائرية بس كونها فنانة وبعمل وطني محطوط لشكر هذا الانسان اللي دعم تحرير لكويت تعنت ايهي مع عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه وغمد روح الجنة عندك وداود حسين يعني ما انتحدش عنه صوات وبالمسرح وبالتلفزيون ما انتحدش عنه صوات لكن كاغاني سنجل لأ وبعدين قاعد انتقدين الدراما وقاعدة تقول وما ادري شنو دراما ما اعني فهمه يعني ساعة انت وبعدين تقول انا بعتزل انا ما اقدم فن صارت سنتين مو قاعد قدمين فن هند يعني يلا المفروض الحين وجب الاعتزال كان زين يعني تفكرين في الاعتزال ترى حتى لو اعتزال وقتي حتى مو غلط شوفوا شون هيفاء حسين لما طلعت قالت انا السنة اللي طافت قالت انا بعتزل الى ان الاقي نص المناسب اللي ارجع من خلاله وبعدين ما تقعد تقول انا انا لحن لي اكبر الملحنين منو الفنان اللي لحن لتش هند لا تحاتشيني عن المسرح لا تحاتشيني عن التلفزيون حاتشيني كاغنية سنقل منو لحن حقش مش عالعروي ما شفت وثاني شي ترك لهم سنقلين وبعدين يعني لفيتي مخند تقولين تابين ان انتي مفروض مو الناس تقول اراءها لا ان النقاد والمتخصصين ومو اي احد هو ازي ماشي منو اللي وصل غنية مستفز الى اثنين مليون اخاف النقاد والصحفيين واثنين مليون عندنا في الخليج لا هذا الجمهور والجمهور من حقه انه يقول عاجبني او مو عاجبني ما في شي تعالوا متعوني غصب ولا ازعل ولا ما ادري شي الحمد لله انا عندي مسيجات لما قلتلي انه انا لما تكلمت على غنية ماكو ان انت قلت انه انت كان محتاجة مشاهدات زيادة اوكي مفروض تزيلي كتاب شكر يعني هند البلوشي موجود 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 زيلي ومدام انا يعني ضايقتش لهالدرجة زيلي ليش ليش دابحتنا اشعار الفجر يا يا هند الله يهداتش ترى والله انا اول مرة اقولها انا وشي ما علي قاعدين يعني نذوق الامرين مو محتاجين احنا اشعار حب وغرام وعشق وهيام الحمد لله يعني هي شي ما الله يخلي لها ابو احمد مو محتاجة اشعار تقدرة تتحجه مو مشكلة وانا الحمد لله محتاج يعني حب الحمد لله مخطوبة وخطيبة صراحة مكفيني مو محتاجة اشعار اشعار الفجر يعني نهائيا دزلنا دعاء خلنا ندعي لك يعني وثاني شي تي تقولك الناقد لازم يكون حيادي صج ليش ما سويتي هالسنة اللطافة لما تطاولتي على مشار البلام وقلتي يوم مع حصة قلم وقلتي اذا تحجه هذه بيئتك رجائن مو بيئتنا يعني مشار البلام ان الواحد يعني يقول يعني يكسر خاطرة امانة يعني مشاري اللي عمري ما غلط اه على احد ولد احد اساسا يعني اي احد ينتقد مشاري مشاري وايد الانسان يراجع نفسه حتى لو في صالحه بس انه يفكر جميع المفردات انه ما يجرحه لانه ما حنده مشاكل مع احد مشاري يعني انت الحين ما تكعد تتكلم يعني امتكعد تتكلمين تقول ساعة تقول الناقد لازم يكون حيادية اشوفش ما كنت حيادية مع حصة قلم لصالح يعني للأسف يعني رحتي طقيتي في مشاري وانا الاول مرة اقولها يعني مشاري ترى بغير يرفع قضية بس مشاري مراعي مشاكل مو مشكلتي وانتي هو واضح يعني هو الموضوع واضح يعني احنا ندري يعني ما ادري شون يعني الحين تقول لش ما كنت حيادية وانكما مطقين في مشاري بلا يعني ما استغرب انا تصرفة يعني لأ يعني لفيتي مخنة صج والله يعني لازم الناقد يكون حيادية زي راجعي مع نفسك لا هذا بيئتك مو بيئت مو بيئتنا وبعدين يعني اشياء غريبة عجيبة يعني انا والله العظيم من ديش يعني شنو القدرة على التناقضات هذي كلها لا وثاني شي زماشي تمتك تحكين انا مو بس مو انا بس المعاجبني حتى هلتش يعني ما انت زعلتي مع اختتش ميل بلوشي علشان سوت لايك على الفيديو اللي انا تكلمت انه فيه تناقض يوم منطقة مستفز وسواتيها حرب ومعركة ودز ودزيتي بالقروب اللي عندك انه تشايشينهم علي انا واختج ترى على فكرة والله العظيم عاتبنا الحين انت حجوا ما عندنا مانع ترى من بيت تختج يا ياتلي المحادثات اللي انت قاعدت وزين متابعين وما يشنون بالواتساب ترى هذا بالقانون اسمه مساس اللي متين انت تحاولين تشجعين احد انا ما احتاج انه انا شيش احد انا امتلك الشجاعة كاملة انه انا انا لما اتكلم اتكلم ما اطعنه لا بامدان ما اطعنه لا في عرب ولا بشرف نتحجي احنا كنتحجي اعمال ما عندش قدرة نسمى الناس اللي حواليش قاعدين يجاملونك انا بالنسبة للمجاملة هي النفاق انه انا اقولش ترى على فكرة بقولش كلمة يعني ومن او ما اقدر اقول انه انا احبتش انه احنا ما عندنا علاقة قوية انا صراحة يعني انا ارجع وقلت مرام اقرب لي منك واحنا اهموا اصدقاء انا العلاقة الفنية وبدال اللقائم سوية الف لقاء اللي كن في الصحافة تنكرين موجود كل شي انا الحمد لله يعني ما عندي شي ضيح لكن انت الحين تبين تقولين راي وبعدين تقولين ضده ويعني تشوف الحين لما قالت لأ لما وقفتي ضد مشار البلام في محص قلم اشوفت مرة واحدة لما صار الهجوم على مستفز الناس ترى على فكرة لما نكتب مستفز على تويتر شوفي كثر التعليقات يطلع انا تعليقي ولا شي الناس العادية تهجموا عليك حتى على عرضك وشرفك احنا ما نحتاج نصل للعرض والشرف احنا نتحجى عن عمل الفني ما تحجينا تمت زوجة ولا لا رح تتزوجين ولا لا علاقتك الاسرية ما لنا شغل بس انا انت قاعد تأكديلي شيء صراحة هند تركزين دائما تركزين عندي صورة انت بالنسبة لي انت ما تحفظين ما تحفظين جميل اي احد نفس لما طلعتي على العدالة وقلتي شو اسمه لما قلتي انا لما صار عندي الفيروس ما الفيروس وهذا ما تسأل عني بكتزهرها الخرجي ما دري منو انزيل ليش ترى على فكرة يعني كم وجود بالواتساب انا اذا زيتش عند الدكتور محمد بهزاد هذا الدكتور اللي انقض حياتي في 2011 وقتلك قتلك هذا درن مو الفيروس الفيروس اذا تجاوز قاعد حوالي صارت سبوعين قاعد تعانين ولاني انا شفت ويج لما صورتي الوضع انا لما وقفت معاتش ودزيتش عند الدكتور الدكتور محمد بهزاد في الطيبة كلينك ترى انا ادري انه في الاخر ما رح يعني ما رح تذكرين شي طيب لانه هذا شخصيتش على الكيف ولمشته بس انا وقفت اياك ادري ما عشانش انا لانه عندك عيال صغار محتاجينش لو انتي كنت احسن الناس او اسوأ الناس ام محتاجينش عيالك لو احملت ضغينة كنت قلت خلها يسير فيها اللي يسير لو احملت ضغينة بس انا ما احملت ضغينة اشوف جتهم ما سويت فتوح انا وقفت وهم كتبت مقالة ياما واقفة ياما واقفة وياتش استغرب بس انتي ما تذكرين شيء زين حق احد ابد اكبر اكبر دليل حياة الفحج يعني انا ادري انه صار الطق في مشاري ومع حصة قلم يعني اشتبين جاملين طارق العلي لانه طارق العلي هو المنتج مال مسرحيتك الصغار والاكبار سناليايا هو المنتج لان انتي بعد الخسارات المادية اللي يعني تكبدتها مسرحياتك للحرين فقط وساعة موريس ساعة ساعة موريس كانت مفولة لستكلفة عالية يعني انا اذكر هاي معروفة اي تكلفة تكون عالية اعلى من المدخول طبعا خسارة مو بس انتي حتى انا اذكر محمد الحملي لما سوى سافانة قلت له بعد ما خلصنا العرض قلت له انت بتخسر في المسرحية قال لي ما راح يخسر قلت له لما تخلص عروض كلمني بعدين قلت له بعد ما خلص عروض قلت له شكثر خسارتك محمد قال عشرة الاف انا عندي الخبرة الفنية عرف مبين هالتكلفة شن من غير ما ندش بسؤال في الانتاج واضحة في شي يبين كذلك ويد ويد ناس مو بس سافانة سافانة كذلك حتى والله اذكر حتى بالزمنات بيت وصالح اللي سواه خالد النفيسي الله يرحمه مع غانم الصالح مع مع البريتشي مع النمش قال لي كان شراكة انتاج بينهم انا خذيتها من حلج النفيسي الله يرحمه قال لي كل يوم فل المسرحية كل يوم فل واول يعرضون عرض واحد باليوم ما يعرضون اثنين وثلاثة واربعة وخمسة قال لي كل يوم فل واخر شي طلعنا خسرانين طبعا التكلفة عالية يعني انا حتى اذكر عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه ومرة قالوا لي الصحافة قالوا لي ليش ما تجتمع انت في عمل انت وسعاد عبد الله وحياة الفهد وغانم الصالح والنفيسي قال يابيننا مزانية الدولة صد الزمن يتغير هذون لما كانوا تشوفونهم الحين مع بعض الزمن هذاك تغير كانوا ياخذون مبالغ بسيطة الحين التكلفة عالية ما حد يقدر حتى نفس ما تشوفون اول بالستينات والسبعينات فلان في مصر تشوفون محمود عبد العزيز مع عادل امام مع سعيد صالح كم تكلفتهم لما تيب الفين و الفين و خمسة و الفين و ستة وتشوف انت اش كثرت التكلفة طبعا تكلفة تأور تأور اي منتج فيعني انا لم استغرب يعني هي انتي انتي سنالياية معه طارق عشان شذي يمكن لما سألو منه سيدة الشاشة الخليجية لش سكتي هند ثلاثة اربع دقاي وسويت رأيكشينات وهذا ليش سويت كل هذا ولعشان انتي عرفت ان حياة الفهد خذت موقف و انتي تحطيتي بالنسبة لها بلاك لست فصار ان عندي طارق ارضائه على حساب حياة الفهد انا ما لها معنى ثاني و عموما انا قلت ياها صريحة صريحة انا انا كنت في حدود الشر وسألت ام سوزان ام سوزان قالت ما هند البلوشي ما لها شغل عندي الله يسحل عليها وين ما تكون و انتي اللي كنتي دايما تتكلمين تقولين انا انا من مدرسة حياة الفهد حياة الفهد لو كان انتي خريجت هذه المدرسة كنت لما حد سألت شو وانا قلت حياة الفهد كلنا يعني هو لقب حق الفنان الكبير حياة الفهد طبعا حياة الفهد لا تنقصها الالقاب هي باسمها حياة الفهد لقب يخرع ترى الالقاب هم يصنعونها مو يتصنعهم هذا الفرق يعني وبعدين يعني انتي قاعد تقولين يا مشار البلام هذا هذا ممكن بيئتك لكن مو بيئتنا ازين اشوفتش لما طلعتي في العدالة وقلتي لما مشاري العوضي يتكلم قال رأيه حقه يتكلم وقع يتحجه مع ان الرجل تحجه في كل عدب انا شافته لما تحجه وحتى ما يقول يقوله ام جاسم يعني في التقدير والود طلعتي طلعتي وهم قلتي لفظ ما ينقل انا كان باقي شوية وقعد بحضنة في كلب احساس نزين الكلمة اللي قالها يمكنه استثارة اعصابك من امشار البللم ما تلاقينها النوايد ارحم من كنت شوية وقعد بحضنة استغرب اذا انتو مو معاي فانتو ضدي احنا مو قاعدين احنا مو قاعدين احنا مو قاعدين اساس قاعد نلعب القادسية والعربي ولا بين الهلال والنصر المشكلة انا بقولك كلمة نصيحة يا هند ترى اللي حواليك اللي قاعدين ينافقونك انتي عندك شنو ما يجاملونك انا عند نفسي عند مجاملة نفاق انا ما امن في شي اسمه اسمه مجاملة نفاق ترى والله العظيم انتي لما شفتي طيحتك لما قلتي ما حد سأل عنك ترى باتشر ليس ما صار عندش دينار تعزمينهم ترى ما حد بيسأل فيك لأ وفي مبدأ لما تحاجيها هند انتو بتشوفون وين بوصل بتوصلين اللي توصلين احنا شكوا فيك احنا مو موقفين حياتنا عليك وين بتوصلين حق نفسك حق نفسك حق بيتك حق عيالك مو حقنا يعني احنا مفروض يعني مفروض ان احنا مفروض مناكل ولا نشرب ولا نتزوج ولا نحتفل ولا نسافر احنا لازم نعيش عشان نشوف هند البلوشي وين بتوصل هذا المهم وترى على فكرة خسارة مسرحيتك للحريم فقط ترى بسبتك بسبتك اختيار الاسم الناس اعتقدت انه مسرحية حق بس النساء انه لما يكون المسج مال الاعلان مواضح تشتتين الجمهور ساعة مرس عمل ممتاز مشكلته انه تكلفته اعلى من من المدخول نفسه ما ادري صراحة يعني يعني لأ ومرة انا لأ الناس مفروض ما تقول رايحة النقاد المتخصصين المليونين هذا الموناس لو واحد يقول لك لأ يعني الناس ما تقول رايحة المفروض النقاد والمتخصصين والله حتى يعني اضحك قاعدت حتى يعني قلت يمكن انا مو فاهمة والله حاتشت ام سوزان حاتشت اكثر من فنان قاعدت تشتغلون حق المتخصصين والنقاد ولا حق الناس قال احنا فنان يشتغل حق الناس ما يشتغل عشان المتخصصين والنقاد حدا ما يسوي مسرحية حق مهرجان مو أيني هم المتخصصين بس والحمد لله يعني انت مفوت شكريني تزيلي شهاد التقدير لان انت ذاتلي اساسا في الواتساب قاعدتلي انت كان ناك ستش افو مشاهدات على اغنية ماكو وانا لما تكلمت اوكي انا لو اوريتش الدايركت كمية الفنانين لما انا تكلمت ان انت صوتك ازوين حق اغنية في مسرحية في مسلسل يا اخي سعاد عبدالله على جمال صوتها ما نزلت سنقل تنزل مقدمة مسلسل اغنية نفس خالط قماشة ما دري شنو بس حياة حلوة لأ انت لازم لازم انت مو معاي فانت مضدي احنا اعداء انا لا عندي خذاف لا معاتش ولا مع غيرتش وثاني شي يا الله يهداتش هند ليش ما اخذ ازياء سالي وطالع فيها في اللقاء ما يمحتاجها والله وثاني شي اش دعوة عند الله السعة حط رموش كل وحدة حطوم ما يكبر موش بس مرموش عاد بالمعقول ما تسوين شذي وتطع شنو هذا يعني انت ويهدت هالظغر حطت لك رموش اكبر منه ليش بس راجعي نفس تشتر على فكرة انت قاعد تخسرين اكثر من ما اكثر من ما انت قاعد تستفيدين وبقول لش كلمة فتذكري فيها فكري فيها وارق العلي لو ان علقوا لتهم في خير في حياة الفهد في اه 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 شعيبي في محمد خالد اه ساتوا ولطويل ولد الديرا لو فيه يعني هو يهم نفسه من الدرجة الولى مهم النص حتى انا اذكر ايام خلافة معها هي لما قال انه يعطيها 200 دينار في العرض قت له انت تعطيها 200 قال فاتحين بيتها قت له لا مو فاتحين بيتها قت له مرم وراها اجار ما عندها بيت هيا هيا من الحين قاعدة بأجار يعني انت الله يرضى انت بتشتري بيت وبتشتري بيت ثاني وهي قاعدة بشق أجار يعني اسملة عليهم يعني عيالها وايد رأيلها الخدم الدنيا حق مشروع انه انا انا ايو او حتى انا نفس لما امرض ما دش الا خاص لان ابي علاج من حقها هي من حقها ان هي تأخذ بيت ان هي يعني والمشكلة يعني فراجعي نفسك ترى والله يعني انا واصلني التفاصيل انه في شي صاير بين او بين خادم ضفر وان شاء الله نتمنى ان احنا نشوف خادم ضفر سنريا مع حسن البلام ان هناك بتلاقي مكانك الصحيح اهناك وايد رح يكون مكان قادم ضفر افضل من ما هو في مسرح فروقي فبس راجعي نفسك ترى لصالحك احنا مو احنا شوف كاه صال لنسنين قاعنا مدحفيت عادي شوف ما كان لو كان في ضغينة كان من اولها ولا انا خايفة منك انا ما خاف الا من ربي اللي خلقني بس والله ما يلفيتي مخني احكي انه قاد انه قاد لا انا قد لازم يكون محايدة شوفت ما قد يعني ما عندش المحايدة مع يوم مشار البلام وبعدين تقول الناس وبعدين تروح تقول لفظ في العدالة انا كان باقي شوية وقعد بحظنة شنو ويحة قلبي والله المشكلة خسارتي حيات ما عندي معرفة اذا خل يعني في شي بينك وبين سعاد عبدالله ما حفظي الالقاط بس انت عندش خلاف مع هودحسين بعد مسلسل جود وصالت كم سنة ما تقولين انا راح اعتزل لما يخلص لما يكون احس ما عندي ما عندي فن اقدمة زي موت صالت قدمتي هذا دموع الافاعي وهم مسلسلة الذكرة لويات ملاك هي اتحت عراقي وانتي ما فهمت كلا على بعض قاعد قدمين اعمال دون المستوى وانتي فنانة مهمة رأى ررجع وقول كلامي انتي كممثلة مهمة ولما تقوليني والله انا اتجهت للغناء انتي رحتي للغناء لان انتي في تحت استيديو صار عندك استيديو واتوقع اعطيه من بعد سنة سنة ونص سنتين اعطي سكرينه نفس ما فتحتي صالون ايش سكرتي نفس لما فتحتي شركة انتاج واشتغلتي على الانتاج واول ايام كانت ماشية صح بعدين انا ادري كشركة كرخصة موجودة لا من حين بس شي الفائدة اذا انتي قعدتي حوالي فترة الترخيص باقيلها شوية اذا خلال وقت التجديد كل سنتين اذا ما عندك عمل يسعبوا منك الرخصة لازم يكون في عمل ما يصير فراجعي نفسك والله العظيم ترى اللي حولك صدقيني مو كلهم محبين واكبر دليل عظمة لسانك لما قلت انك مرضتي محد سعل فيك اتذكر عن اللي شالتك وحافتك حوف مرام اختك مو من بس مرام انا دائما اشوفها عن الف رجال مواقفها اه ويحق قلبي يلا حطونا مقاطع حق لقاء هند البلوشي فانك اكحل عيوني فيها خنشوف هذا الفيديو يا جماعة اللي يمون على هند البلوشي كلموها تبطل غنى نفسي اعرف انتي منو قاس عليك اني انتي ليش احقية انيش تنزلين سناقل صوتك زمين تغنين غنية داخل مسلسل داخل مسرحية مو انيش ترى انتي مصيرين عبد النور زين ليش تعطين فرصة للاخرين اني ينتقدون الاخرين منو ايه اللي تقول هذا الفيديو ايه او غيرها ايه مثال احنا حطينا معلش معلش انا عندي تو مليونز روحي دشير يوتيوب وشوفي ان انا الاغنية سماعها مليونين شخص او شافها مليونين الله لا وبعدين شنو حبيت الصراحة تقول انا الناقد لا يجرح زي وانتي اللي سويتين مع مشار روبي الله مش دعوة ان شي اسمه هذا ما جرحتي جرحتي اللي ما ينجرح يعني والله العظيم وبعدين تدعي والنس انتي ما قاعد تدعي والله وان شاء الله لو غني حق عيالي بعد هالسئلة لما يكمل عمرهم واحد وعشرين سنة اذا هما يبون يسمعون صادق هما يبون وحوقف على المسرح توقفين على المسرح هذه بس من الجمهور من الجمهور اللي بيسمعت واحد شي يقول من تواضع لله رفع وارجع وقلت يا يعني وايد حسستيني اش طالع من الهال الحلمية على هالستايل صفي العمري بعد موتزعلين ترا صفي العمري فنانة فنانة ونجمة منو يا بخته من يكون اللي ينقال له ان شنك صفي العمري فهوانم غاردن سيتي عموما خلنا تحجف شي ثاني افيد هادي ناس ما انت تحجي نعيم بتحجي كل واحد له حقية كلمتين مثل بعض سيم سيم نفرات ما في الحين